هل كانت فترة خلوه؟ كان فيه فترة خلوه للكرسي قبله؟ آه فعلا هي فيه فترة ما بينه ما بين البابا اللي قبله البابا اللي قبله هو البابا ثيودوروس الأول رقم 45 ثيودوروس الأول وإحنا يمكن في أحد الحلقات تكلمنا عنه وعن تاريخه وقلنا أنه البابا ثيودوروس الحالي واخد رقم 2 في الأسماء لأنه ثيودوروس الأول رقم 45 كان هو الأول فبعد نيحت البابا ثيودوروس الأول رقم 45 فضل الكرسي خالي لمدة سنة وسبع شهور و13 يوم بالتحديد كده ويمكن دي من الفترات اللي كانت في هذا الوقت وفي هذا العصور تعتبر كبيرة نوعا ما يعني آه آه ثلاث سنين فاضطرت الكنيسة إلى استحداث منصب قائم مقام البابا آه وده كان يعني طول الفترة اللي كانت حصلت في كده لكن غالبا ما كان بيتم بسرعة انتخاب بابا جديد وفيه تراضي فالفترة هنا لما طالت اللي هي سنة وسبع شهور و13 يوم كان بسبب ايه؟ كان بسبب وجود نزاعات حول شخصية اللي ينتخبوه آه معروف في تاريخ البطاركة دايما انه كان مرة يتركوا الاختيار لكهنة اسكندرية وارخنتها معهم اسقفة الوجه البحري يختاروا مرة يقولوا عليها النوبة دي بتاعته النوبة غير بلد اسمها النوبة المرة دي بتاعته المرة دي بتاعته ومرة يتركوا الاختيار لأسقفة وارخنت وجهه ابلي عشان يكون فيه نوع من التساوي يعني اه يعني يكون فيه نوع من العدل موازنة موازنة الى جوار انه لما تنقل الكرسي بعد كده في عهد البابا خرسط زوله 66 اصبح اراخنة مصر اراخنة مدينة مصر اللي هما معظمهم كانوا كتبا في الدووين الحكومية بتوع القاهرة القاهرة انشئت في القرن العاشر لكن نحن اليوم دا من يجي نتكلم عن البابا خايل ونتكلم عنه في القرن الثامن لسه مفيش القاهرة انشئت فكانت مدينة مصر مدينة مصر اللي هي مصر الأديمة واحنا الى حده النهاردة بالرغم من موجود القاهرة نقولي انا نازل مصر انا مسافر ايه موني الزغط كده ليه لان مصر الأديمة هي اللي كانت المركز الأقدم كان كرسي مصر موجود لحد قرن 19 مرة ان شاء الله نبقى لخصص حلقة او اكتر عن الكراسي الاسخوفية وتطورها لان دي مهمة اه الناس طبعا لازم تعرفها عشان خاطر يحسوا بتاريخهم يعني فاللي حصل انه بعد كده بقى اراخنة مدينة مصر والكتاب اصبح ليهم دور لان مقر الكرسي خلاص اصبح في مصر او في القاهرة يعني من قرن 11 كلام ده قرن 11 وكان القاهرة طبعا انشاء فاصبح ليهم دور في اختيار البابا الباتريارك لان ليهم ثقل بصفة ان هم من ناحية مسلوا الشعب ومن ناحية هم همزة الواصلة ما بين الكنيسة والدولة فهنا حصل بعد نياحة البابا سيودوروس انه حصل نوع من الاختلاف يعني اجتمعوا كهنة اسكندرية مع عصقفة الوجه البحري وحضروا بعد عصقفة الوجه القبلي وطرحوا اسمه معين واختلفوا حواليه ما اتفقوش ما اتفقوش وتكررت الجلسات ولم يتفقوا يعني طب هو اسم المرشح حتى ما وصلناش يعني من خلال كتب التاريخ لكن الناس بقى الحكمة والناس العقلاء اللي عايزين بقى مصلحة الكنيسة لقوا ان احنا عندنا فيه اسقفين في هذا الوقت يعني ليهم روحانية عالية وليهم يعني ثقلهم في الكنيسة واحد كان اسمه امبا مويسيس اسقف اوسي مويسيس يعني موسى موسى والتاني كان اسمه امبا بطرس اسقف ترنوت ترنوت دي اللي هي الترانة اللي جنب واضي النترون كانت في وقت من الاوقات لها اسقف خاص يعني معشان كده بنا احنا نعمل حلقات عشان عن الاسقفيات نشوف تطورها وتتبعها ومكانها على الخريب اه بالزبط فقالوا ان احنا نجيب الاثنين دول خصوصا ان امبا مويسيس كان شيخ كبير ورجل روحاني وحتى الكنيسة قاموا الوعقور يعني اه لا الكنيسة كمان في يوم نيحته مخصصاله تسكار ليه خاصة في السنكسار يعني امبا مويسيس كنيسة بتعتبره من قدسين الكنيسة وكان مريض وكان ملازم لرهبان دير نهية نهية دي حاليا احدى البلاد التابعة لمركز مبابا وعلى اطراف هذه البلدة كان يقع دير مشهور جدا اسمه دير نهية حتى يعني انا عايز اقول للناس يعني خبر جميل حلو ان هذا الدير به اجساد مريم ومرسة ولعازر اللي عازر برة لكن مريم ومرسة دول جوم مصر واتدفنوا في هذا الدير وطبعا هذا الدير ظل موجود لحد قبل 14 سمندصر حاليا اطلال وعليه غفير من هيئة الاصار بيحرس بعض الاطلال وممكن يعني الناس بتصريحهم الاصار يزوروا هذه الاطلال وهذا الدير ايضا له اهمية في تاريخ الكنيسة وصفتنا ان احنا بقى ابتوا على تاريخ نقول ايه اهميته في الكنيسة كان الامر باحكام الله وهو احد الحكام كان يروح يزور الرهبان دير نهية ويأكل معهم في هذا الدير فكان محطة انظار للولاء ده من ناحية من ناحية تانية انه لما جاه انباس ويرس ابن المقفع يكتب باللغة العربية تاريخ البطاركة قن العاشر راح يدور على الوساط هو كتب الدر السمين لا لا كتب سير البيعة المقدسة المشهور باسم تاريخ البطاركة وليه ايه فعلا كتاب اسمه الدر السمين في اضاحة الدين برمو عليك ليه كتب كتير بس هو الكتاب زي ما بقوله العمدة او الكبير او البتاعه هو سير البطاركة يعني هو كان اسقف الاشمونين نواحي ملوي فخد من هذا الدير ومن ديره بمقار واسقة خطيرة باليوناني وبالقفتي وترجمها عشان البطاركة اللي جم قابله وبعدين هو كان بالبقى بعد كده فكان انبا مويسيس موجود في هذا الدير وملازم الفراش مش قادر يقوى على الحركة خصوصا انه هذا الرجل كان رجل ناسك كان رجل ناسك فبعتوا عشان يجبوه عشان يحل المشكلة دي هو والانبا بوتروس اسقف ترنوت فما قدرش ييجي انبا مويسيس فاضطروا يشيلوه على محفة يعني زي نقالة نقالة وبعدين اقولك كمان لفظي طريف اولا مقارطه يعني ابتسمت انه لم يجدوا غير محفة الاموات يشيلوا عليها الاموات هو كراهب طبعا مات عن العالم مش فرق معا مش فرق معا فشلوه ونقلوه الى كنيسة الامبا شنوده مصر القديمة حيث كانوا الاسقفة مجتمعين والكلام ده كان في اغسطس سنة 742 ميلادي بالتحديد يعني وبعدين حطوه وسط الاسقفة لانه مش قادر ان هو يقوم يقول له كان بس في ايده كده حتة جريدة يعني حتى لما يقوم يقعد ولا حاجة يتعكز عليها يعني حتى عصاية الاسقفية مكادش معا وبعدين الراجل الفضل صامت فلما لقى ان فيه نوع من الاختلاف بدأ يحصل زي الجلسات القبل كده بدأ ينصت مين سبب الاختلاف فلقى بعض من كهنة مدينة اسكندرية تطوله شوية والامور اللي قالوها والكلام اللي قالوها يقادي الانقسام الكنيسة فيقولك ربنا ادي له نوع من القوة قام ومسك الكريدة وطردهم من الكنيسة واجل اجتماع الاسقفة طبعا يعني هو موقف طبعا يعني فيه شدة وكده لكن يبدو ان روحه احتدت فيه وانه ما قبلش الكلام الذي يؤدي الانقسامات الكنيسة وعايز بحدنية الكنيسة وقال لهم اجلنا الاجتماع في نفس الليلة دي بالليل قاعدوا يعني يصلي هو وكان معاه تيميس كان اسمه يحنس لهو كاتب السيرة بتاع البابا خيل لانه ما نقرأ السيرة اللي هي موجودة في تاريخ البطاركة يقولك انا البائس يحنس الشماس ابي امبا مويسيس جيه وعمل وسوى فبيوصف نفسه من جوه السيرة هو الشماس يحنس له وهم بالليل وقفين يصلوا الله القى على لسان هذا الشماس اسمه واحد من رهبان دير ابو مقار مشهود له بالطقوة والعفة والقداسة واستقامة السيرة مين خائل القصة خائل الكاهن بكنيسة ابو مقار في دير فانبا بطرس وانبا مويسيس الاثنين الناس دول يعني فعلا فيهم روح الله قالوا فعلا يا ولدي الله تكلم على فمك احنا الصبح نطرح هذه الشخصية لان هذا الاسم مترحش في الاجتماعات اللي قبل كده ونشوف موافقة الناس لانه كنيسة درجت من زمان على موافقة جهتين اساسيتين في انتخاب البطرة الارخنة الكبار بما يمثله الشعب والاسقفة وكهنة اسكندرية لانهم يمثلوا الاكليروس وهتقول ليش معنى ليه كهنة اسكندرية ليه ما ياخدوش كهنة مصر ولا كهنة اسيوت وغيره لان مقر الكرسي اسكندرية وكانه دايما بابا الاسكندرية هو كان ولازال اسخف هذه المدينة فهم ليهم نعمل حتى اللي واقح اللي تعمل في العصر الحديث كانت بتعطي كهنة اسكندرية شيء من التمييز شوي لانه لابد انه هو يكون يعني لهم رأي خاصة في ابوه فلما انعخذ مجمع الاسقفة تاني يوم ومعهم كانت اسكندرية وكان طبعا موجود بالطبع انبا مويسيس وانبا بطرس فبمجرد طرحوا اسم القس ميخايل فلقوا اجماع غير عادي غير عادي من الكل كأن الله فتح القلوب والله ارشد على لسان هذا الشماس وفعلا حسوا ان هذا الاسم من الله وهذا الاختيار من الله وقد كان ورسم بطريار كان بابا وبطريار كان في سنة سبعمية تلاتة واربعين ميلادي يعني في نهايات النصف الاول من القرن التامن احنا هنا بنتكلم النهاردة عن الكنيسة في القرن التامن الميلادي ترجمة نانسي قنقر